بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يصادف هذا الافتتاح العشر الأواخر من شهر رمضان الأبرك فإننا نتضرع فيها إلى الله عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبأن يديم عليه نعمة الصحة ويكسوه برداء العافية ويوفقه ويسدد خطاه قائداً لمسيرة التنمية ورمزاً لعزة هذا البلد واقتداره وضامناً لوحدته الترابي ومصالحه العليا حضرات السيدات والسادة وكما سبق أن أكدت في مناسبات سابقة فإن من ميزات نظامنا البرلماني هو أنه باستثناء الجلسات العامة فإن مجلس النواب يواصل اشتغاله على مدار السنة على مستوى باقي الأجهزة من مكسب ولجان نيابية دائمة ومجموعات عمل موضوعاتية ومهام استطلاعية وعلى مستوى العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية وكما تلاحظون فإن هذه الديمومة في العمل تمكننا من تجويد أشغالنا ومن تعميق النقاش حول المواضيع الخاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم وتسعف في تدبير الزمن البرلماني على نحو أحسن وبشكل إنسيابي وهذا ما يتأكد من حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة ما بين دورتي السنة الشريعية الثانية من عمر الولايات الحادي عشر فقد اشتغلت اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن بلادنا على أن تؤطر جيلاً جديداً من الإصلاحات متجسداً في السياسات وبرامج وتدخلات عمومية وتعلق الأمر خاصة بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والتراب للقطاع وتؤطر هذه النصوص التحول الكبير الذي دشنته بلادنا في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان تجسيداً لدولة الرعاية الاجتماعية باعتبارها مشروعاً ملكياً يحظى بعناية ملكية فائقة ويتطلب انخراط الجميع فيه اعتباراً لنبله ومقاسده وبجانب حرصنا في مجلس النواب على تجويد هذه النصوص والمصادقة عليها فإننا مطالبون بممارسة الرقابة على تنفيذها وتبين أثرها الإجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تحقق جودة الخدمة الصحية وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة درست اللجان النيابية الدائمة خلال الفترة ما بين الدورتين 16 موضوعاً إما بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أو بناء على مبادرة ذاتية من اللجان وفق المساطر المرعية حيث سأل أعضاء اللجان السادة الوزراء ومسؤول المؤسسات العمومية حول سياسات وقضايا راهنة واسمح لي أن أوضح في هذا الصياق بأنه إلى جانب ممارستها لاختصاص التشريع اشتغلت اللجان النيابية الدائمة بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور السادة والسيدات أعضاء الحكومة ومسؤولين مؤسسات العمومية وهكذا درست اللجان خلال أكثر من 110 اجتماعات مئتين وعشرين موضوع تمت معالجة مناقشة مقاربة مئتين وعشرين موضوعا منذ بداية الولاية الحالية منها أكثر من ستين برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة بين الدورتين من السنة التشريعية التانية مقابل ستين موضوعا فقط في نفس الفترة من الولاية السابقة مئتين وعشرين موضوع بمعنى أن جميع اهتمامات وانشغالات المواطنين المغاربة كانت حاضرة من خلال اجتماعات اللجان ومعالجة هذه المواضيع وتجسد هذه الدينامية تناميا وميلا أكبر إلى العمل الرقامي من جانب المجلس وتفاؤلا تلقائيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا المواطنين وانشغالات الرأي العام ومن جهة أخرى واصل أعضاء المجلس مكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية إذ منها من أنهى صياغة التقارير والصادق عليها ومنها من تقدم في إنجاز الأعمال الميدانية وترتبط المواضع محور هذا العمل الرقابي من حيث المحتوى بالصياق الوطني وبانشغالات المواطنات والمواطنين مما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على جعل قضايا المجتمع وانشغالات الرأي العام في صلب أعمالها وهكذا شكلت مراقبة الأسعار والعوامل المتحكمة فيها من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية والمراقبة الصحية للمنتجات الغدائية والاقتصاد التضامني وأسعار الطاقة والتسريع الصناعي محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس بمختلف مداخله الدستورية في نفس التوجه سارت أعمال تقيم السياسات العمومية من طرف المجموعات الموضوعاتية التي شكلها المجلس لهذا الغرض فسواء فيما يرجع إلى السياسة المائية في السياق الجفاف وتداعيات الاختلالات المناخية والإجهاد المائي أو تبين أطر تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف الممارسة ضد النساء أو الإصلاح الإداري فإن الأمر يتعلق بقضايا حاسمة في التنمية المستدامة لبلادنا وتقدمها الاقتصاد والديمقراطي والحقوق وبرهانات واختيارات وطنية كبرى وإذا كانت عمليات تقيم السياسات العمومية التي ننجزها تكتسي شرعية ديمقراطية وتتم بمساهمة المعارضة والأغلبية البرلمانية وبالاستماع إلى الفاعلين في كل سياسة عمومية خاضعة للتقييم وإلى المجموعات المستفيدة منها فإنه علينا في السلطتين التشريعية والتنفيذية أن نشتغل على ترسيل المنجز في اختصاص التقييم باستثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها في استدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجاً للأثر على المجتمع وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يحدث الوقع المتوخام وما من شك في أن ما يتوج المهام الاستطلاعية يشكل بدوره مادة غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية ونفس التوجه ينبغي اعتماده فيما يخص التقارير الصادر عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي ويتعين أن يتم ذلك في إطار أحكام الدستور الذي ينبغي دوماً تمثل مقتضياته وروحه خاصة ما يتعلق منها بتعاون الصلط وتوازنها وتكاملها أيضاً حضرات السيدات والسادة إننا مطالبون خلال هذه الدورة في إطار برامج عملنا في مجال التشريع والرقابة والتقيم بأن نكثف من مناقشة مجموعة التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعات المكلفة بالتقيم وتلك التي أنجزها السيدات والسادة النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ في هذا الصدد أود أن أتني على مساهمة كافة الفرق والمجموعة النيابية في دينامية العمل المسجلة خلال الفترة ما بين الدورتين خاصة فيما يتعلق بالأسئلة والتي بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤال شفوياً ترتبط جلها بقضايا الساعة 856 سؤال كتابياً فيما يرجع إلى المبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا بـ 18 مقترح قانون علماً بأن هذه المبادرات ستكون موضوع اهتمام خاص من جانب المجلس انطلاقاً من هذه الدورة الزميلات والزملاء السيداء والسادة الوزراء السيدات والسادة نفتتح هذه الدورة في سياق دولي غير مستقر اقتصادياً وجيوسياسياً إذ تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية يحكمها منطق المصالح المباشرة حيث يتم التصرف في الغالب الأعم على أساس الأنانيات الوطنية ووفق تراجماتية تضيق فيها مع كامل الأسف المساحات المفروض أن تكون للقيم ويتعين علينا أن نستحضر كل هذا في أشغالنا بالحضور اليقد والفاعل وبالحرص على المردودية الفعلية وليس في ذلك سوى أداءً لواجبنا واطلاعاً بمهامنا ومسؤولياتنا ومساهمة منا في تقدم بلادنا وتعزيز ممارستنا الديمقراطية وتقوية وحدتنا الوطنية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله ووفق رؤية جلالته الحصيفة وبالتأكيد فإن برنامج عملنا المكتف على المستوى الداخلي لن يتنين عن مواصلة اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية وفق رؤية صاحب الجلالة وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته وبعدما أضفناك مكونات للمجلس جميعاً لرسيد عمل مؤسساتنا في هذا الباب خلال الدورتين سنكون على موعد مع لقاءات برلمانية دولية هامة وسنحتضن بعضاً من أكثرها أهمية خلال شهر يونيو المقبل أمامنا إذن برنامج عمل مكتف ينبغي أن ننجزه بالفعال والنجاعة المطلوبة وأن نتفعل ونتجاوب مع انشغالات الرأي العام وأن ننتقل من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ وأن نستمر في جعل المؤسسات التمثيلية الإطار الذي تناقش فيه قضايا المجتمع وحيث يدار الاختلاف مهما كانت درجته ومهما كانت حساسيته فالمؤسسات هي الإطار الدستوري لتدبير الخلاف والاختلاف والحوار والديمقراطية هما السبيل لحل المشاكل في جميع الظروف والأحوال والوحدة التي لا تنفي الاختلاف والتعدد والتنوع طبعا هي سبيلنا إلى رفع التحديات المطرحة على بلادنا في صياق التحولات الدولية الراهنة لنكن إذن جميعا في مستوى هذه التحديات كل من موقعه الدستوري والمؤسسات من أجل ربح رهانات الانتقالات والتحولات الإيجابية التي تحققها بلادنا وصعودها بقيادة صاحب الجلالة أعزه الله شكرا على إصغائكم رفعة الجلسة